الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد في أحبابنا في الله الدين عميق وليس قالب واحد للجميع لا لذلك الله ذكر أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وذكر السابقون السابقون وذكر المتقين والأبرار وفعليين وذكر يعني فيه في القرآن يعني توجيهات بس من يعرفها أن تمشي من الطريق من هنا إلى مدينة بعيدة إذا وصلت بعد مئة كيلومتر تجد إشارة من هنا الطريق لمدينتك يمينا فتقول ما هذه المدينة اسمها كذا كذا لما انتصل تعرف ذلك الاسم وتعرف تلك المدينة بالثقافة ممكن لكن بالوصول لا هذا الذي صار على الطريق وصل لتلك المدينة يعرفها أول مدينة اسمها كذا يعرفها يمكن يدخل فيها يأكل طعام ويشرب ويمشي وذلك بالثقافة قال أيها أول طريق هو اسمه كذا كذا هكذا العقيدة هنا ولكن في ناس وصلوا إليها عرفوا ربهم أحبوا ربهم عظموا ربهم وفي ناس هنا ولكن يحبون غير الله ويعظمون غير الله ويرجون غير الله ومواعيد الله لهم بالرزق من حيث الله يحتسم ما فيه مواعيد الله لهم لا خوف عليهم ولا يحزنوا لا موجود الخوف والحزن مواعيد في الآخرة كمان نفسه مرتبة انت فيها تجدها هناك في ناس وعدهم الله هذا الرعب خمسين ألف سنة ما موجود عندهم لا يحزنهم الفزع الأكبر هذا في ناس هكذا وفي ناس يحزنهم ويرعبون وهكذا بعد خمسين ألف سنة يذهب للميزان ثم ينجو أو لا ينجو ممكن ينجو لكنه من الميزان إلى وجوده في الدنيا وحياته فيها موجود الخوف ومواعيد ما فيه مواعيد على في ناس مواعيدهم بعد الميزان كرم من الله حسنات سيئات حطينا يلا تفضل في ناس مواعيدهم أول ما تقوم شرارة يوم القيامة لا يحزنهم قلبهم ليس هناك هم غير موجودين في الرعب هذا خمسين ألف سنة لا هناك هذه درجات أنت تعفو عن الناس تظن نفسك من المحسنين غيرك يعفو عن الناس هو من المحسنين لماذا لأنك عفوت عنه وبعد أن تقول أنا مرة من المرات فعلت هكذا معك طارت والفعل واحد لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى آذى ما فيه لكن في من مشكلة آذى فيه ما في من لكن تعال اعمل لي هذا الشغل سوي لي هذا الشغل اذهب بالسيارة هنا وجئ لنا واتشغله تذله وانت ما تقول ولا مرة أنا أعطيتك هذا ما في من لكن فيه أذى فعلت لله خلاص الآن تريد منه خدمة ادفع له ليس تجد شيء يعني جميلا منك هذا مرتبة موجود في ميزان أنت تصدقت ثم أذيت ميزان موجود كما الأذى هناك فيه ميوازين للأذى ميوازين للصدقة هنا ما فيه ما نعرف صدقة عشرة ريالات عشرة دولار صدقت بها ها تكون سبعمية حسن تكون عشرة ثم يأتي من يلتقطها منك سب هذا وشتم هذا والثاني ما سب ولا شتم ولكن في الدنيا يقولون لماذا لا تسبه سبك لماذا لا تأتي الدنيا غير هناك موازين أخرى فإذا فيه طبقات ودرجات عند الله لا نهائية مو إيمان إحسان لا إيمان داخله كل المؤمنين مثل بعض أنت تصلي ركعتين ورسولنا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء يصلي نفس الركعتين يمكن نفس الوقت وسيدنا علي بن أبي طالب أو أبو بكر أو أي صحابي يصلي ركعتين وآخر الزمان واحد يصلي ركعتين متشابهة أيها متشابهة ولكن في الميزان شيء ثاني واحد لا يحزنه الفزع الأكبر واحد يرعب تطير برضو لأنه ما خلص في الدنيا هو أبقى لنفسي في الآخرة فإذن نحن الآن ندخل في علشان تعرف كم الناس شيء بسيط بين أيديهم تائهين تيه من إسرائيل عندنا تيهنا في ديننا ليش؟ لأنه حجبنا خمسة أركان يقولون هكذا خمسة أركان فقه في الفقه خمسة أركان نمشي معهم الركن الأول خليه الصلاة الصوم الزكاة الحج هذا هو الاهتمام وهنا ثقافة فإذن كل الخمسة شكل شكل وثقافة ومعلومات لكن أنت مصلي قليل أنت تؤدي الحركات كثير في زمان النبي عليه الصلاة والسلام في ناس يصلون يصلون ويزكون ويصومون ويقولون لا إله إلا الله لكن الله فقط لسماهم لا يستطيع أحد ثاني يسمي تقول هذا منافق هذا كافر لا في منافقين يعرفهم الله ممكن أنا منهم لا هنا في ناس يقول أنت مشرك مبتدأ منافق كل شيء فالمهم في زمان رساله سلم أنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة إذا جاءك أعوذ بالله من الشتر بسم الله رحمن رحيم إذا جاءك المنافقون يقولون نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون هم يقولون نشهد أنك رسول الله لماذا هذا كذب هذا صح ولكن هو يقول لا يشهد ويقول أشهد لم يشهد بل قال المطلوب في الركن الأول أن تشهد تقول لا إلى المحمد رسول الله وتصال الزكرة ثم ما شهدت أول ركن أنت مضروب لذلك البقية مضروبة حتى تشهد فهذا قليل يهتم بهذا قليل لذلك السابقون السابقون أولئك المقربون ثلث من الأولين وقليل من الآخرين أما أصحاب اليمين كثير في الآخرين وأصحاب الشمال كثير في الآخرين وفي الأولين يأتي النبي ليس معه إلا رجل تعب طول الحياة نوح تسعمية وخمسين سنة تعب يدعو معه ثمانين بيت أو ثمانين أسر أو ثمانين شخص والآن منهم من هؤلاء الثمانين ثمانية مليار بعد أن دمر من على الأرض فقط مؤمنين ما يطلعوا وكم أنبياء جاءوا بعد نوح قليلا لماشي صح والموضوع سهل ما هو يعني كثرة شغل ومشقة لا هو قال لك تطعم مرأتك ابنك تطعم أخذ طعام هنا حسن مو بس على السجادة وفي المسجد عيش حياتك وخذ حسناتك من هذا الميدان اللي هو البشر سبك سكت كتب لك حسن الناس كتبوا لك سيئة أنت مجنون اللي يظهر للناس لا يفلح حتى في التجارة طيب خلونا في موضوعنا نسيت طعر كل شيء طيب نحن موضوع أنا أقول عذب رفلاق وعذب رفل بالناس فقط إيش فقط ما فقط كل شيء كل شيء لو عقلت الدين ليس بكثرة القراءة والتلاوة والحركات قلبك قلبك خليه مضبوط ضبط أول ركن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله حاجتين لازم منها شئت ولا أبيت ولا تسأل يوم القيامة ما تقول أنا مؤمن بالله الله عظيم كمان مؤمن بالأشياء ومتعلق فيها تقول بدونها أنا هالك بدون فلان أحبه هالك بدون فلان أحبها هالك بدون السيارة أحبها كيف بدون الوظيفة رزق كيف بدون يكون عندي مال حتى أعمل العملية فلانية قالوا الأطباء بدون المال كيف الشفايات الله شاف قال أيها الله شاف لكن لابد لابد من هناك إله اسمه المال يأتي ثم يأتي المستشفى ثم تأتي الشفاء إذن هذا إله حقيت شيء تولى أبيت مو لازم تقول إلا المال الله لا إله إلا المال لا مو لازم تقول هذا الكلام الألفاظ ليست مطلوبة عند الله إلا إذا كانت عنوانا للداخل لا إله إلا أنت سبحانه كنت من الظالمين لا تفيد إلا من كانت خرجت من لسانه دلالة على شيء في قلبه إنه ما في عظيم إلا أنت ولا في إله يألهه قلب يحبه إلا أنت صدقت في هذه متى لها آخر سبحانك أنا لا أنزه نفسي وأقول دعوت فلم تجيب مثلا لا أنزه نفسي أنا عندي إيمان أنا لا شيء أنت صح ولو سويت صح هذا مو صح دور رسالة لك لما ما يستجيب لك دعائك دينك غلط ماذا تبغى يقول لك أكثر من كده مصمم على الغلط تصميم كمان الغلط يجيب غلط تبغى يجيب حاجة ثانية أنا سواق الوزير وأريد مميزات الوزير لا كن وزير كن مؤمن عندي ثقافة الوزير صناعة وتدري إيش أنا وزير صناعة أريد ما تجي فإذا هذا أساسي تشهد أن لا إله إلا الله هذا لا ينفع لا يضر قلبيا قلبك لا يتعلق به هذا قلبيا أما قلبك متعلق بغير الله ولو كان الزوجة والولد والابن والأب والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن والأرض قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أبناؤكم أبناؤكم تعرف ليش؟ فلذة كابدك وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادة ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى أتي الله بأمره ملتزم وتمسك بالعبادات تربص حتى أتي الله بأمره لازم حب لله وعدم حب لغيره مساوي أو زايد هذا مصيبة أحب قال أحب إليكم حبها مو مشكلة لكن لا تكون هي الأحب سوي ميزانك في الداخل وشوف هل تستغني أستغني أنا أبدي أنا خالد أبدي أفضل الفاني على الباقي هذا عقل تعبان مثل إنسان مسافر إلى بلد آخر ليعمل بلده ما استطاع ثم هناك يقول أيوة هنا أريد أن أبني البيت أهله يقولون أرسل نريد المستشفى نريد سكن أرسل مالا حتى نبني سكن نجمع المال قال طيب طيب يبني هناك يبني هناك بعد أن خلص العقد قالوا له تفضل ولكن هذا بيته هذا قالوا ما في وقت خلاص العقد انتهى لأنه شأن للنبي ما فعلت مع السلامة عقدك لا تدري متى ينتهي ممكن ممكن عمر عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين مية لكن سوف ترحل لخلود مو كما لمؤقت ترجع كما يقال لخلود تقدم وبين يدينك القرآن مهجور لكن من يقولون نحن نفهم القرآن كتبهم ملآن في البيوت وكتاب الله على الرف وإذا قرأ قرأ آية قل أعوذ برب الفلق ما هو الفلق من أين جاء من أين يلا توسع ونسينا السورة وفوض الله هو يوم من الأيام جينا قل أعوذ برب الناس يلا يلا بعدين نجي فضيلة فضيلة تقول السورتين هذه قل أعوذ أيها مهمة والله السحر والجي أوه ممتازة طيب سويتها ما صار شيء رسالة لا في واحد ثاني يقول سورة البقرة رحنا سورة البقرة ونقرأ كل يوم في ناس هنا موجود تعليقات عشرين سنة يقرأ سورة البقرة يوميا ما تخلف عنها يوم الذي يتكلم أختها كرهت الدين وقالت أختها كذا وهي فيها الأمراض وفيها السحر وفيها العين وهي تقرأ وتتهجد ليليا صدقت ولكن هذا الرسالة لك من ربك أنا قلت لك هذا يشفي القرآن فيه شفاء الذين آمنوا في شفاء ورحمة هو يظن نفسه أنه مؤمن خلال يظن يقول لك فين الشفاء أنا مضبوط فين الشفاء وهي الرسالة أنت أنا وعدي مضبوط مئة في المئة من أستقل من الله يقيل إذن أنت خلطان خلطان يأخذوا من كلامه ويردهم يرددون هذه الكلمة ولكن تيه حتى تصل إلى لا إله إلا الله حقيقتها تعرفها لا تعرفها من بشر ولا مني اذهب إلى الكتاب الله اقرأ أنا طلاسم هذا من يفهم وإنت منزل لي كيف أروح لغيرك ممكن يضلني مو معصون كذا أقول ابكي أمامه كما تبكي لأجل وظيفة لأجل سيارة لأجل زوجة يبكي لأجل أبناء يبكي له في هذه هداية فيها أبدية وشوف إيش يسوي شوف ماذا يحصل والذين بكوا حصلوا الجواب هو تحدى قال أمن يهدي إلا أن يهدأ الله اللي يهدي على طول ولا تروح لك الواحد يحتاج هو هداية لست أدري ما الذي يجري فبعدين يدلك يدلك يا على إنسان وكمان يديك مفتاح هنا شفت إنسان كما شفت ناس آخرين لكن في مفتاح أيوه هذا القلب يقول لك يأشر صح ممتاز خلاص امشي امشي وراء قلبك مو وراء هنا ربما هذا ليس كذلك ولكن شكله ولكن طوله قصير متير من الجنسية الفلانية بلد الفلاني كيف معقول دخل العقل خرّب عليك وتبعت أنت العقل هو ما خرّب هو أدىك كلام وإبليس كمان يديك كلام وسوسه الآن نأتي لهذا الكلام عن الأفكار التي تأتي من الخارج أو من الداخل سورتين عظيمتين لكن فأه يأتي التشتيت من الشيطان فالذين دعوا الله واطمأنوا لقلبهم ماذا قال أيوه هذا هذا اسمع مو هذا مئة في المئة كل شيء أخذ منه خلاص افتح المجال برمجني لا اللي شرح لي صدري من كلامه أخذ ما نشرح عقلي خليه مرة على مرة على مرة تفهم إشارة العقل المستبد والروح الأنثوية تدي كلمة وتسكت هنا يدي كلمة يقول إلا إلا إخناعات وهنا في فيديو عن الروح الأنثوية الصادقة الملائكية الملكة وعن العقل المستبد موجود فيديو فضل فبعد تجارب تلجأ إلى الله كل مرة ويرسل الله يستجيب اللهم أني أريد سيارة لونها أصفر أزرق أحمر أخضر موديل كذا كذا طلبت في حاجة إليها وطلبتها من الله جاءتك دعوني أستجب لكن مو سحر يعني يجيب لك واحد ماشي بسيارة صفرة كما طلبت يقول أي والله هذي السفرة ويرسل يخذ المفتاح هذه مراتب ثانية خليك في البداية افهم أول شيء تدرج لا يرسلك يعني سيارة مشي حالك درجة أنت في الدرجة ذي أدى لك سيارة مي صفرة خذها بعدين أدى لك سيارة صفرة مو نفس الموديل بعد سنة سنتين بعدين أسمى بإنت بعدين أدى لك سيارة صفرة دائماً تحب الصفر ليش طلبت الله صفرة يلا ماشينا خذ أخذت إذا رديت رديت الكل إذا قبلت وتدرجت حتى وصلت إلى ما تريد سيارة في موجود للمهتمين بموضوع الدعاء الدعاء المستجاب والدعاء غير المستجاب قائمة تحتها فيديوهات كثيرة تثقفك وتعلمك وتحقق لو أنت مضبوط تحقق فيك الدعاء الحقيقي لو أنت فهمت وقبلت شيء جديد عليك قبلته ومو جديد كلام بشر لا نوجهك وقال الله قرار سروا طيب نرجع نرجع كل مرة برجع هذا كل شيء حتى الكتابة ما دل فين ذهبت فنحن نأتي إلى هاتين السورتين العظيمتين أول شيء سورة الفلق ثم سورة الناس لماذا؟ الحكمة لماذا سورة البقرة بعدها سورة كذا بعدها لماذا سورة يوسف بعدها كذا هذا كله إتقان لا تدخل في هذا المجال بس أنت ثق بالله ثق بكتاب الله كل شيء قال لك تفصيلك كل شيء أنا أدعي الله واستجاب بعد سنة سنتين بس ماشي بالترتيب صح أقول يمكن هذا يمكن هذا وما أتهم الله وأصمم أنا لا أريد هذه السيارة لا أريد هذا الشيء أريد الفلانة السيارة الفلانية دعونا من البشر البشر هذا باب آخر دعوني أستجبلك وأن الله على كل شيء قدري يجيب لي هذا الشخص هو كمان يدعو يبغى واحد ثاني يريد اتجاه آخر كيف تصلها؟ الله حكيم والله يعطيك حر إرادة حرة لا يسيطر عليك أحد من الخارج وإرادة حرة للآخر لا يسيطر عليه لا أنت ولا الجل والإنس من يسيطر عليه؟ إذا هو فتح المجال قد يسيطر عليه شرير يقابل ويقول أنا سوف أسعدك فقط قل هكذا والله يأتي كمان كثير إغراءات ليش؟ حتى تفتح 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 يفتح برمج هو لا يقول هذا ولا يدري لكن هي هكذا هي الأمور هكذا فماذا؟ قال يدفع هكذا نذبحه بقرة ونذبحه مدري إيش ويأتيك وبعد فترة ويذهب ليش؟ هو ما تسلط عليك إلا لما فتحت له المجال فنحن نأتي للسورة هذا داخل في الموضوع رب الناس ربك ربها ربه رب فرعون رب موسى رب محمد رب المنافق رب العابد البقر واحد ومختلف واحد هو رب العالمين لكن يوجهه ويربيه ويدير شؤونه حسب اتجاهه يوريه أنا الله أنا الله أنا الله هو المقصد الحياة بعد الموت بتسأل من ربك؟ فيوريه بطريقتهم بطريقتهم اللي هو ذاهم فيها يخلف له صنمه يقول أريد من صنم يفعل هكذا يجي عكس هذه أحداث في أثناء الحياة مسجلة يجي بالقيامة قال ما أدري رأيت الناس يعبدون هذا فعبدت لا أنا وريتك أنه هذا لا يفعل شيء عبدته وطلبت منه شيئا فلاني وما جاءك ذهبت للمستشفى وها طيب أنا أنت ذهبت لعشرة مستشفيات عشرة أطباء ولا يأتي الشفاء أنا الشافي ولما ذهبت لذاك وجاء الشفاء قلت للناس تعالوا إلى هذا هذا خبير هذا عارف هذا نفس الخبير مثل العشرة مات على يديه أناس أنت ما سجلت ولكن نحن سجلنا هلك على يديه ناس أنت ما سجلت نحن سجلنا ولكنك عظمته وأنا ما عظمتني قل الحمد لله الله شفاء لا تذكر السبب أبدا أمام الناس ليش؟ مرة أنا ذهبت هنا واتت شفيت هنا هنا ما شفيت وهنا شفيت الحمد لله وحده يا فلان اذهب إلى الله اطلب إلى الله الشفاء هو القوي هو الشافي عظم ثم بعد ذلك اتركه قل هذا الطبيب من ضمن الأطباء أنا ذهبت إليه واشفيت ممكن تشفى ممكن لا ليش؟ إلا تشفى والغيره زيه الرزق مثلا الآن سننعظم الأسباب أرضاب الدواء العشبة الفلانية عشبة أمه هذه عشبة أمه عشبة بدون اسم لها اسم لكن نحن هنا في القناة خليها بدون اسم علشان ما نحدد عشبة معينة هذه لو يأخذها يشفى من كل داء والرسول قال عنها تشفى من كل داء ولا يشفى لكن في واحد جرب وشفي أيضا جرب عشاب كثير والدكار ترى الأطباء لكن أيها الحبة السوداء كما قال صلى الله عليه وسلم آية جبنة السيرة يلا الحبة السوداء الحبة السوداء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيفاء من كل داء والله وجدت بركتها وجدت يلا نذهب إليها كلنا ولا يأتي لماذا؟ هل لنشاف والله بس الرسول قال ولكن لكن تذهب إلى الله من خلالها تطلب الله من خلال الطبيب من خلال الأسباب التي جعلها الله هو جعلها شفاء مستشفى للعلاج الفاتحة أيضا وأقوى وأضمن إنهب إليها من خلالها إلى ربك الشافي اسمها الشافية أقوى من كلمة مستشفى شافية لكن تشفي من؟ الذي يذهب إلى الله ما يذهب إلى الله قد تشفي قد لا فيه شفاء ورحمة للمؤمنين هذه المؤمنين على طول مئة في المئة شفاء ما فيه راجع إيمانك خذه عن طريق الله ورسوله وليس عن طريق فلان ما فلان هذا مشكلتك رسالة لك أي شيء معكس وعد الله هو رسالة لك وعد الله صح مية في المية وعد الله على دينه الحق أنت ما عندك دين الحق صدق أو لا تصدق تكتشف بعد الموت اكتشف اكتشف الآن خذ من المعصوم صلى الله عليه وسلم من المعصوم كتابه أنزل إليك ولم ينزل لأحد ثم يقول لك هذا هو كذا الصلاة يقول لك الصلاة شرعان شرعان مو لغة حركات مخصوصة حركات مخصوصة يعني ركوع سجود هذا مخصوص حركات مخصوصة وألفاظ أو أقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة بداية والتكبير ونهاية التسليم هذه حركات الصلاة وليست الصلاة نفس الصلاة قال لك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلم ما تقول لا تقرب الحركات هذه حتى تعلم ما تقول مخك معاك قبل الصلاة تتفكر أيوة أنا ذاهب إلى الله أكلم الله وناجي الله ألغي كل شيء وادخل بأول كلمة عندك الله أكبر هو الله ما يحتاج تقول لك أكبر هو الكبير ما في كبير بعدين هو أكبر لا هو الكبير أصلا الله أكبر عندك أنت أقول الله أكبر من كل كبير عندي هذا كبير هذا كبير الله أكبر الله أكبر أبعد صعبة أيها صعبة صعبة لنكتب تبعد الصغار لا أنت أكفر بغير الله من يكفر بالطافوت غير الله غير الله من يكفر به أنه ينفع يضر يعز يذل يكفر به لا خوف من غير الله ولا حب لغير الله ولا تعظيم لغير الله أول كفر بعدين إيمان إيمان وإيمان إلا هذا الشائع شائع تثقف الله قادر والله قادر برضو بدون الأسباب تموت فنأتي ربه وربنا وربك رب كل واحد مدبر له ربه مختلف عن تدبير الآخر يأتي لك أحداث يومية خلاف أخوك خلاف زوجتك خلاف ربك ورب زوجتك مهو قالب واحد للجميع هو إله واحد ولكنه عظيم وحد الله في الكثرة يعني شايف اللهم كثير هذا كذا يفعل لا ما يفعل الله الفعال موجود هنا يعني فيديوهات عن أفعال الله آمن فيديو رهيب آمن بأفعال الله قبل أسمائه والصفاته تؤمن أن الأفعال هي أفعال الله هي أفعال الخلق بعدين تدرك الأسماء والصفات لا نريد أسماء ما هو الإسم اللطيف قل هكذا مرة يحصل هكذا ما يحصل يقرأ دبر كما تشعر إذا ما آمنت بأفعال الله يعني تؤمن بأن أفعال أفعال غير الله له حركة له ند لله أنه يفعل ويدبر كل ما هو غير الله يفعل وأريد أسماء الله كيف تصلح هذه صلحت دخلت في المخ برمجة تدخل الشيء الصعب والله كتبت كتبت الشيء كلها تركتها فإذا رب هنا تختلف اقرأ القرآن الآن نأتي رب الفلق ورب الناس نأتي إليها ولكن الناس مقدمة شوي عشان نفهم الشيء أساسية طمرت لا أحد يتكلم فيها إذ قال قال موسى ما ذكر ربي أرني أنظر إليك ربي أرني كلمه وسمع الكلام وقال أريد كذلك أنظر أنظر من يكلمني ما ودى محبة بينهم أنت تطلبها ما تجيك لهذه الأشياء لازم قرب قال لن تراني ولكن اسمع ركز على كل حرف هذا هو التدبر ولكن انظر انت انظر إلى الجبل لموسى يقول انظر إلى الجبل انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه بعد أن تنظر إمتى انت تنظر إليه تدمر انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فستراني طالعك كذا تدمر كيف بعدها فلما تجل سمع الكلام بيطال في الجبل بينظر للجبل فلما تجل من مكان آخر لا فلما تجل ربه إلى الجبل جعله دك ربه هو قال انظر فربه تجلى من خلاله ومن خلال نظره على الجبل فموسى ينظر للجبل هو نظرته تدك الجبل بالله كنت عينه الذي يبصر بها هذا من خلاله ربه فلما تجلى ربه لما أمره أمر من الله انظر إلى الجبل معنى انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه يعني أنت إذا نظرت للجبل لن يستقر إذا نظرت للجبل واستقر ستراني أنت إذا نظرت إلى الجبل واستقر فستراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صاحقة أنا أنظر لحاجة أنت وأنا مثلا تنظر لجبل تنظر لسيارة حصلت حصل فيها ما حصل تنظر لجبل تشوف الدك خر صاحقة ما هذا ما هذا القوة التي جاءت من خلالي افهم لن نطيل ولن نشرح في التعليقات هذا يأتيك في وقته أنت في مرتبة الإيمان دخلت الذين دخلوا كورس غالبا يفهمون هذا الكلام الذين أتقنوه وفهموه أما الذي شاهد كل الفيديوهات مشاهدة ولم يفهم أقل شيء تفهم هو الأساس أقل شيء تفهم من أنت وتكون في ذلك الجانب الأبدي تفعل كل شيء بس هذا يكفيك تفعل كل شيء كيف فيه من ربك ما دينك دينك الأساس يش هو الإيمان ما هو كفر بالطغوط إيمان بالله هذه أساسيات الكورس فيه أساسيات مطمورة كلها مو بعض خمسين فيديو يحتاج إلى ألف حتى يرجع الإسلام لحقيقته اللي هي جانب واحد بس حقيقة أول ركن أول ركن في الإسلام كما يقال ركن خلينا معاهم ما في مشكلة بني الإسلام على خمس ما قال الأركان الإسلام هذا إسلام بنية مو خمسة إسلام كله بنية على خمسة قواعد تمسك القواعد وما في إسلام ما في أخلاق ما في معاملات ما في معاشرات الخيمة أربعة لها أربعة أعمدة وعمود في الوسط خمسة خمسة أعمدة إذا وضعنا الأعمدة بلا خيمة تفيد له إجابة الدعاء له يريد الثاني يحصل عليها ما يحصل أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمننا خلاص المؤمنين أعطينا الموعيد لا تفتن مش جديد يجي عليك لا هي حياتك أصلا زي ما هي تقول لأسباب هذه الله ليس لفظيا الله تقول هي عظيمة هي تفعل أنت في البعد المادي في البعد المادي لا أحد يحصل على ذرة إيمان الإسلام جاء حتى يخرجك من البعد المادي إلى بعد لا تصدق بما فيه من قوانين يقولون أنك النار تحرق هذه ظاهرة للمؤمنين ما تحرق والسماء ذات البروج لا يبالون بها نار تقتحم في الأخدود أيضا كثير حوادث فردية سيدنا إبراهيم يروي لك القصة يقول شوفي يا أيها البعد المادي تعال أنظر جاءته الملائكة حتى مأمورة مني أمرنا الله نساعدك نأخذك ونطير بك في مكان آخر نفعل أي شيء ننزل الماء الهامر هكذا على النار يطفئها نفعل 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 مجنون مجنون في عرفهم مجنون تأتي الشرطة إليك تقول نساعدك تقول لا فكى فجعل الله بردا وسلاما عليه طيب إيمانيات ما عندنا غيرها فنأتي إلى قل أعوذ صورتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاق من شر أعوذ أعوذ وحده قل أعوذ برب الفلاق وحد خلاص من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أربعة الصورة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ثلاثة لسلاثة أصناف لا هناك الفلق هنا رب الناس ملك الناس إله الناس في سر معناته من شر الوسوس الخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس واحد في سر أسرار لذلك الذي يفهمها يستغني بها عن أي دعاء عن أي دعاء سهلة خلصها ويمشي امشي اقتحم الجن والإنس الجنة والناس وتقتحم الجنة والناس وتقتحم كل ما خلق كل ما خلق مفتش كل ما خلق تتحدى من شر ما خلق ومن شر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر تعبت قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفثات في العقد نفثات في العقد مرعبة الناس الآن وعندك آية واحدة تدمرها لمن؟ للمؤمن بالله المؤمن بغير الله أنه قوي ويدمر يتركك الله أنا أغنى الشرك أنا الشرك لا تشرك قل لا شيء للنفثات في العقد لا شيء للحاسد لا شيء آمن بالله لا تؤمن به تؤمن به أكثر من الله صح أن العين حق تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر هذا جانب حق والسحر حق كل حق والله أين هو في المعادلة؟ تخشاهم أكثر من الله؟ يتركك الله أنا أغنى الشرك هذا الحاصل في المسلمين لا يخرج السحر بالرقيات وما يخرج ليش؟ لأنك تعظمه أكثر من الله تقول يا الله يا الله يا الله يا الله أنقذني 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 هذا عظيم هذا كبير صغره ولا تقول أنقذني رب الفلق مش هني ما خالق مش هني غاصل من عقل مش هني حاسد حاسد ومشي خليه يجتمع سحرة الأرض خليه طبعا عشان يخربوا لك هذا يقولوا لك سحيرة فلان ما نريد نذكر سحيرة يعني يا سحر يقع عظم السحر وهو كذب مدام سحر حبيبك نبيك إذن أنت تسحر إيش فايدة السورة بس هكذا يتلوها أنت وتسحر يتلوها يتلو سورة المقرة وتسحر طيب قالنا لا يستطيع البطلة لا يستطيعوا ينفذون إليك السحرة لا يستطيعون البطلة مو لا تستطيع قراءتها كل واحد يقراها حتى الجن حتى الكافر يقولك لا يستطيع البطلة يعني ما يقدرون يقروها الناس البطلة لا يقدرون يقرؤون القرآن سورة البقرة وأنا أقرأها إذن أنا لست منهم لا لا يستطيعون النفاذ إليك البطلة السحار الذين قال الله سبحانه قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله هم البطلة يسحرون يسحرون كما يستطيعون ولا يحتاج تقرأها طول العمر ثلاث أيام إذا قرأت في البيت ما يمكن ساحر يأتي هذا البيت هل كل من قرأها يفعل لا المؤمن بالله ومعظم له ومسغر للسحرة والبطلة هذا يحصل عليها فوري وتجده إنسان عادي مرة واحدة يقرأ مرة ثلاثة أيام يا الله ثلاثة أيام وثلاثين سنة ثلاثة أيام وثلاثة بقرة قالوا في مسكون هنا أتحدى أدخل في البيت المسكون الذي مهجور ألف سنة من أصدق من الله قيل من أصدق من الله حديث أجلس اقرأ أول يوم ثاني يوم ثالث يوم بس ما يختار عشر سنين ثم نمقرير العين إذا عندك كفر بالطاوط يوم بالله جوهرة مطمورة احمد الله على أنك عرفت طيب فإذن نجي لس الآيات هذه العظيمة 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 فإذا قل أعوذ برب الفلق فلق الصبح يقال هذا التفسير يقول هو النور الآن يجسي لك بعكسه من شر ما خلق إذن ظلمات نور رب الفلق إذا جاء في حياتك رب الفلق ما في ظلام يقينك هكذا ما في ظلام تحد الظلمات شر ما خلق لا يصيبك أي كان حشر ذريب قل ما تخاف الذين في بلادهم العقارب قال الرساء السلام يعني بس لا تهتم قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يقينك على هذا وتصغيرك للعقرب أما في رعب من العقرب عقرب هذه أوه إذا جاء السم يموت الإنسان هذه قوانين قوانين المادة السم يموت لا الله الذي يميت السم لا يفعل شيء سغر ما عداه لا يؤثر فلما تصغر وتقول أعوذ بكلمات لا يصيبك لا يصيبك هذا وعد الرسول إذا قلت وأصابك إذن هذه رسالة لك الرسول صح والكلام صح رسالة لك عندك أنت خلل خللك في إيمانك فقط إيمانك ليس ثقافة قلبي حقيقي وهذا يأتي بالتمرين الصحابة قالوا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن الآن نحن نتعلم القرآن وتعلم الأحكام ونشتغل بالعبادات قبل أن نعرف أنه أصلاً في إيمان يتعلم 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 ندخل الجامعة نتثقف نتثقف هذا عقايد موجودة هنا لكن هنا في خوف من غير الله إذن أين ذهب هذا؟ معلومات لا تفيد نشهد أنك الرسول الله والله يعلم أنك الرسول والله يعلم أن المنافقين لكاذبون ليسوا شاهدين هم يقولون هم مثقفين قل أعوذ برب الفلقي فلقي كشف واضح من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب انت خذ الكلام ولو مفهوم هو اللي أرسل الكلام هذا هو فهم إيش يسوي إيش لك وش تقول غاسق ما هو وقب ما هو خلي هذه المعلومات بعدين الآن خلي الأساس مؤمن وأقول هذا الكلام وهو يفهم غاسق إذا وقب ويفهم شر ما خلق أنا أعوذ به والسلام هذه قاعدة خليها في كل شيء في القرآن وفي هذه لا تبحث معلومات ابحث أنه الله قال كذا واحد ثاني ليس عربي ما يفهم أعوذ وما يفهم لكنه مؤمن بالله ومصغر لغير الله يقول أعوذ برب قل أعوذ برب الفلقي بشر ما خلقه ومشر غاسق إذا وقب ما يفهم ومشر نفذات في العقد ما يفهم ومشر حاسد إذا حسد ما يفهم يعيذه الله من هذه الشرور لا أحد يحسده ولا أحد يسحره ولا أحد يوبقه ولا أحد ومخلوق أي مخلوق يضره مسألة ليست ألفاظ نردده وبعد ذلك نقول لا هذا يحصل الخدعة الكبرى ليست هنا هنا ما حصل ولكن مرضو ما شين الناس الخدعة الكبرى بعد الموت يجد الحقائق ليست هي كما يظن يجد الصلاة ليست كما درسها في المدرسة والتعليم ما هذا يجد الله المعلومات عنه ليست كما ذكر ذكرة الكتب الله هو الله مغلوط يشرح لك واحد الله يشرح لك واحد علاقتك مع الله كيف تصير وهو أقرم لك محمد الوريد اقتحم كلم وتناجع معه وشوف إيش الخيرات اللي تجيك امسك كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه والخلف يعني إيش يعني غيره يأتيه الباطل بين يديه والخيف كيف تقول بية في المية مهم قلوا أعوذ برب الفلاقي من شر ما خلق خلاص أعوذ أعوذ ليست أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا هذا قول المبخاء يقول يقول لك أنا شابعان علمته أنا شابعان ما يقول أنا شابعان أنا شابعان أنا شابعان أو أنا جيعان أنا جيعان بعد ذلك نأتي له بالطعام لا يأكل لماذا لا تأكل أنا جيعان كل أنا جيعان كل كلام لا يدل على أن في الداخل جوا كلام الكلام دليل على شي في الداخل إذا هو غير ما في الداخل فببخاء شاء أو إلا أبا إن صادفه هذه خدع تقع فيها إن صادف أن تقضى حوائجك وتسهل أمورك بالبغائية ما في علاقة قوية مع ربك بالحب وتعظيم فستكشف الحقائق بعد الموت هذا أعوذ أول كلمة أضبطها أعوذ بالله قل أعوذ برب الفلق الذي عنده يعني كشف كل شيء الشرور ظلمات تعرفها بالنور إذا جاء عندك تفهم هذا ضر لكنه صغير لا أخاف منه تعرف أن هذا ساحر يقال عنه مكر أكبر الماكرين كما حصل مع موسى جمع السحرة الكبار عتاولة في العالم الذي كان في وقته إنما قمتم به السحر إن الله سيبطله صغر أو لا صغر صغر لو كبرهم وقال كيف دربوا الله أول شيء على لسان التعظيم والتكبير أول تدريبات بعد أن جاء جاهز خلاص صغرها كلها وعظم الله فألقي ما في يمينك تلقف ما صنعه إنما صانعه كيده ساحر ولا يفلح ولا يفلح الساحر حيث لا يفلح أنت تقول يفلح موجود لكنه لا يفلح موجود العين لكنها لا تفلح إذا الواحد مع الله لا يفلح إذا الواحد قلبيا ليس مع الله يفلح يفلح ما شيء شغال مع الناس برمجة ستأتي في السورة الأخرى إذن عرفنا الأساس في قول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب غاسق قالوا يعني الليل إذا أقبل ظلمات الواحد ما يشوفه في خوف في رعب في كذا إذا الخوف والرعب والظلام دخل فهو وقب دخل رعب والظلام هذا يعني الشمس غابته جاء الظلام هذا مشاهد مرئي يعني وصار فيه خوف كل شيء غاسق إذا وقب ظلمات إذا دخلت إنت أدخلت جوه الغسق هو السيحان يعني كأن الليل يسيح على النهار ويغطيه يخلي ظلام سيحان الظلام ويقال كلام كثير دعك منه انتركز اقرأ بالنية والقوة بالله عن غير الله تنفعك واحد ثاني يعرف التفاصيل كلها لا تنفع معه لا تفيده الألفاظ الألفاظ نجلة للمؤمنين بالله ولا يزيد الظالمين إلا خسارة القرآن يزيده ظلال أكثر حتى لو استجيب له هذا ظلام الله ما يريده خلي خذ إيش تريد سيارة جات بسرعة بعد الموت ليش لا إلى الله مو بصبوط تستدل على أن الله راضي عنك بالوعد أنه حصل لا خوف عندك ولا حزن ويرزقك من حيث لا تحتسب ونجعل له من أمره يسرى هذا خلاص أنت ماشي صح أنت مبارك لأنك قريب من الله ما في عندك تعظيم لغير الله إذا عندك شهادة لا إلا الله وعندك هذه الأمور فإذا أنت ماشي صح اخطو ولا ارجع عندك المجال للموت هذا في مجالات ممكن تطلع تنزل ترجع الخلف تتقدم تدمر ما عندنا شغل الموت النهاية طيب فنجي للسورة الثانية قل بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس هذا خاتم مرة أضعه هنا مرة هنا أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوس واحد ثلاثة وهنا واحد واحد هناك عكس قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق لذا وقم من شر حاسد لذا حاسد هنا واحد هناك في الفلق تفصيل في الناس جذر يجيب لك جذر هذا كله فقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس هذه ثلاثة أمور ذكرها الله لحكمة رب الناس هو المدبر لشؤونهم المادية رب سواء كافر مؤمن ملحد يعطي حذق منك أكل شرب مكتب لك العمر من كذا إلى كذا في هذه الفترة تأكل تشرب يدبر لك بأي طريقة كانت تجد الأمور إنك تأكل ما تموت ما تموت إلا في وقتك تموت جوعا أو حادثا أو أي شيء عدد أسباب ينشغلون بهالناس عن ربهم المميت هو المميت لكن يقول لك جاع فمات فإذا رب الناس ملك الناس هذه موجهة للقلوب الملك دائما في هيبة ملك عادي إنسان في هيبة لما تجي قصره في هيبة قلبك يعني يتحرك في الموضوع وليس جسديا جسديا جالسا كذا لكن قلبيا هيبة جلال هو إله الناس اجعل هيبتك وجلالك وتعظيمك له وحده نطرق أسباب ولا نطرق أسباب غير أسباب ملك الناس هو الله تجيب تقابل لك ملك اعرف أنه ملك الناس الله ومن خلاله الله جعل هذا الإنسان الضعيف ملكا على هؤلاء هو الملك الحقيقي هذا جعله الله فقالوا أنت ملك عظيم أنت وزير عظيم أنت ملياردير عظيم هو الله أينما تولوا فثم وجه الله المهم إله الناس الذي تهفو إليه الأرواح شاءت أو أبت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وكمان وأن إلى ربك المنتهى شاءوا لا أبو ما يدرون لكن المؤمن لما يفعل هذه الأشياء يعني زل الأولد ولا أي إنسان عنده بيت وعنده موجود أب أم أخ ولا زوجة وزوجة وأولاد وكل شيء عايسين هذا مقره من ملجأ يذهب يتعاب ويذهب هنا ويذهب هنا ويأتي البيت يرتد الأرواح هكذا حتى بعد الموت نفس الشيء مستمر إشارات فملك رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس بعدين تفصيل الوسواس هذا الخناس من صفته أنه خناس متى يخنس ومتى يوسوس وسوس وخنس صفته يعني عطا ربنا صفتين وسواس وخنس تمام خنس متى يقولون إذا قلت الله 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 راح خنس وإلا سبحان الله والحمد لله لا ما يخنس بالألفاظ لا يخنس يستمر تقرأ سورة اقرأ آية الكرسي يقرأ الجن والشياطين وإبليس وكله يقرأ معك ألفاظ لا تهم وسوس الخنس متى يخنس الآن ومتى يوسوس ومتى يخنس أنت بيدك القرار الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الصدر صدر نقول هذا هو فيه القلب وفيه النفس فالقلب يتلقى من وسوسة نسميها وسوسة مجاملة علشان نفهم بسيج يعني صوت ما وهنا صوت ما جاي من الشيطان من إبليس وهنا من الملائكة من روحك لا يهم المهم تأتي الأصوات الخواطر التي تخطر تأتي عليك مثلا أول ما تفتح عينيك والخواطر شغالة ليش؟ لأنها موجودة في الجو كلهم في فلك يسبحون أنت تسبح تسبح مو لازم تسوي كذا وتسبح لا أنت أصلا زي السمكة في الماء أنت في فضاء الفضاء هذا ملآن بكل شيء أنا أعطيك دلة مما هو ملآن به ولا تدري يأتي من هنا وهنا وهنا ومن داخل فيه أنت تسبح فيه أعطيك دلة حديثة حديثة خلينا بناء دلتنا أن نحن المساكين المؤمنين يقول ما هو الدليل جب الدليل لكن هنا لا يقول جب الدليل متيقن مئة في المئة لقول غيره يعني قالوا لنا الآن هذا الفيديو أو مثلا خلينا بالفيديو هذا واحد يذيع خبر في التلفاز أو تشوفه في الجهاز هذا يذيع خبر يتكلم الآن عندي هنا وأخذ الصورة يجول هكذا يصور مصور يعني إيش تسمونه ذا تبعا الذي يلقي الأخبار المباشرة مثلا يأتي يقول شوفوا هذا الحريق في هذا المكان وتدمرت عمارتين وانظروا انظروا 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 الآن يقول لك هذا حاصر الآن هذا الشيء حصل في الصين في قرية في الصين أو في مدينة فيها أحياء كثير ومن الأحياء الكثير حي كبير فيه نقول ألف مبنى من الألف واحد الذي صار فيه الحريق أنت تشاهده كيف وصل المصور الذي في الصين في تلك المدينة ثم هو في تلك ذلك الحي ثم هو في ذلك الشارع الشارع يصور ويبث يبث إلى من يبث إلى المحطة ثم المحطة تأخذ هذا البث خاص بها بين المتفاقية وأرقام وشيء من وصل عندها هي تبثه هذا كله لحظ يعني مع بعض أنت ما تلاحظ ثم هذه تبثه إلى من تبثه إلى من لا تعرف ما هي القنوات التلفازات المفتوحة من المغلقة من عندهم ليل أو عندهم نهار أو أماكن ليس فيها التلفاز الواحد صحراء لا تعرف لا تعرف تقول نبث هناك لا ترسلون صحراء هناك بحر لا ترسلوا في شيء ما في تحكم يعني بث خلاص هو بث فورا في الفضاء الفضاء عكس الفراغ الفضاء ليس الفراغ الفراغ لا بد تتحرك مكان إلى مكان أي شيء يتحرك القلم أعطيه فلان لا أستطيع إلا أذهب إليه وأعطيه يعني لا بد من حركة لكن الفضاء لا حركة الفضاء المقصد منه الغيب يبثه في الغيب خلاص انتهينا بثينا ثم بعد ذلك واحد في أمريكا فتح التلفاز على هذه المحطة شاهد مباشرة هذا في الصين يحدث وأنا هو في أمريكا أشاهد لماذا التلفاز حقي فيه استقبال الاستقبال هذا يسحب ما أدير أنا أحط على محطة الصين البث هنا بث المحطة هذه في الحي هذا في الشارع هذا عند العمارة هنا موجود وفي أفريقيا وفي أوروبا سوا ما في مسافة بعد كذا يصل هنا بعد مسافة سريعة فهذا بث انت انت استقبلت هذا الحدث واحد ثاني استقبل حدث ماذا على الحيوانات في أفريقيا تمشي تجري وهو يبث مباشر واحد ثاني البث البث هذا يصل إلى سفينة في وسط البحر موجود تأخذ ما معنى هذا معنى هذا أنت تسبح في الغيب الجنة في الغيب يعني في الغيب ليست مادية ماديا مثلنا التفسير المادي لأن الإنسان ينظر الأشياء المادية حتى ناسا الآن تقول نظرنا للكوكب هذا لا يوجد مخلوقات ما يوجد مخلوقات يقصدون مخلوقات مادية ولو فيروس يشاهدونه لكن مادي مادي لا تراه عيننا لكن يراه الجهاز وإلا هنا موجود غيب ما الآن بالمخلوقات ما المول بالملائكة بالجن بالشياطين الجنة النار الذين ماتوا في الغيب أنت تذهب إلى المقبرة تقول السلام عليكم السلام لمن تراب وحجارة لكن المؤمن يفهم هذه السلام عليكم أهل الديار ديار من المؤمنين ليسوا في التراب الذي تراه في الغيب الذي لا تراه الأنبياء موجودين الأبراض كلها موجودة أنت تستقبل رؤية رؤية الأنبياء ما فتحت الدش عليها موجودا فتحت الدش دش دش داخلي يعني فتحت الدش على الأمر السرطان السرطان الرهيب وخطير ويؤذي وهكذا إذن أنت استقبلت فتحت له يأتي عندك السرطان السرطان جاء عندك قليل أنت تكبره أي شيء أنت تستقبل موجود عندك ليس الفيروس موجود في المكان الفلاني لا يثيرون الرعب منه فالعالم كله يأخذه ليش لأنهم نشروا لك أنت فتحت أنت أنت السبب أنت فتحت الدش قلت أيوه أنا دائما لا بد أسمع الأخبار أسمع يعني أستقبل أسمع الأخبار ماذا يقولون فيروس إذن فيروس العالم كله قال فيروس جاء الفيروس في العالم مثله مثله احمد ذكر اسم مثله أخطر منه موجود في العالم ليس هو يعني واحد هنا واحد هنا أنا خلاص هذا بث مبثوث الشر والخير في العالم لاختبار الناس أنت تستقبل ماذا يفتح لشيء يدخل تريد تعرف ماذا في الداخل سهلة سهلة أعرف خارجك أنت واقعك ما هو هو الذي في الداخل غيره يتغير لماذا الله يقول في آية ولا نذيقنهم نذيق ذواق يعني اللي يحصل لك هو ذواق لنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون يرجعون ليس للعبادة فقط للمعبود أول ثم العبادة للآبر ثم الأوامر للناهي ثم للنواهي عكس ما الناس يذهبون للعبادات والأوامر والنواهي طبق 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 أين الله حبه ليس وجود حبه غيره وتريد تعبده أنت تعبد غيره طيب هذه دخلنا فيها ليش حتى نعرف ما معنى الوسواس الخنأس أنت تجعله يخنس أو تتقبل الوسوسة أنت مريض انظر إلى عينك رأيتها كذا أيوة في أحمر في أصفر في كذا أيوة هنا في ألم في المرأة قلت إيش هذا ما هذا شي جديد يا الله ما الشي لكن لما ذهبت إلى الزوجة أو للزوج قال ما هذا انتبه لا يكون شي تشوف ما الساعة ما في راح لا بسيط ثالث الرابع في الزميل في العمل وحدة قريبة أمك رأتك أخوك رأاك يكرر هذا الكلام ما هذا ما هذا في الداخل فتحنا 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 قبلنا قبلنا صدقنا فإذا ليس خناس هذا يغوص أكثر الوسواس يغوص أكثر بقبولك يقولون يعني في في علوم النفس سبع مرات تكرر الشيء اللواعي جاهز يسمع الكلمة يقول مرة كلمة عابرة ثانية ثالث ثربعة خمسة ستة سبعة أحاسيسها عالية يلتقطها ويسكتك أنت فلان أنت مريض كذا أنت فاشل أنت سيء أنت لا يمكن أحد يتزوجك أنت دخلت الجملة هذه في الداخل قال خلاص فالواقع مرة أول ما يشوف يقول صعب من يتزوج هذا الرجل النساء البنات أول حكس من يتزوج هذه لماذا قالوا التقطوا هذا اللواعي بثه بث هذا الذي أمامكم سيء فاشل أي شيء أو قال عبقري دكتور في ناس يعني مع أولادهم بالإيجابية بنت صغيرة أول سنة تدرس تجي أهلا بالدكتورة أهلا بالمهندسة وفي ناس يقولوا أهلا برئيس دولتنا القادم وفي ناس يقول له فاشل نفس الطفل يغلط نفس الغلطة واحد يقول أنت فاشل ما تنفع واحد يقول له أنت عبقري ما شاء الله غلط غلطة عندك تسعين صح تسع وتسعين صح طالف الصح أنت عبقري تمهندس أنت رئيس الدولة أنت رئيس كذا ويحصل على هذه بعدين ويستغرب يقول له الله كانوا أهلي يقولون لي هكذا وأنا أقول أيوة أنا دكتور دكتور طفل صغير ولكن الآن صرته دكتور صرته رئيس الدولة وفي ناس يقولون فاشل فاشل ويقول أيوة أنا فاشل مستمر واحدة رأت نفسها هكذا دخلنا في فيديوهات أخرى موجودة دخلنا رأت نفسها أقبح برأة ما رأت نفسها رأت العنوان أقبح برأة في العالم خلنا شوف إيش هذا وجدت صورته هي واحد صورها قال أقبح برأة وهي ما كانت تنظر لنفسها يعني بهذا القبح عيون مختلفة وجلد على عظم نحيفة وتلبس قصير وتمشي ولكن وسوسة جنة والناس قال لك الله الجنة والناس ناس قال ممكن تكون أمك تدمرك أبوك يدمرك هو سبب لا إنت السبب هو الأبو يمكن تكلم مع عشر أولاد خمسة تقبلوا وصاروا سيئين خمسة ما تقبلوا أنت سوا فقالت لا 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 كيف هذا لا يمكن لا أنا لست كذلك بعد ذلك صارت تعلم الناس ما هو الجمال يدفعون المال حتى يسمعون ما هو الجمال ما هو يعني الحياة السعيدة مع وجود شكل غير سعيد هذه غير معاقة وفي معاقات أجمل نساء لكنها معاقة ليش؟ شكوى من هذا شكوى من هذا أو قد يكون أذن طويلة أو فم هكذا لا لا أريد غير وغيرت وصار تجلس تقول أنا قبيحة وهي أجمل النساء ليش؟ لأن أنفي هكذا أريد وغير هي تقول أنا قبيحة هي قالت داخليا فتغير الأنف أو تغير الشفايف أو تغير ما شاءت ثم بعد ذلك ينظر إليها أحد آخر لم يعجب هذه الشفايف قال لو كانت بالنسبة لوجهك لو كانت هكذا طيب نغير وصرنا شماعة للناس هذا 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 الوسواس غير الخناس لأنك أنت ما خدسته أنت لم ترد لا أنت المسؤول واقعك الخربان بسبب داخلك الخربان واقعك الحسن بسبب داخلك الحسن هذا كله يقول أعوذ برب الناس أيوة علم كامل يدرس الآن بالفلوس عندك يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس يعني ما تخاف لا قلبك لا روحك لا جسمك أنا رب كل ما فيك من شر من شر الأربع اللي هناك حسد سحر نفثت نفثت في العقد غاسق إذا ظلمات إذا دخلت أنت فتحت تدخل شر ما خلق هذه عامة سببها الوسوسة في الداخل الجذر الآن الكلام على الجذر لتلك الأربعة علشان كذا يقول لك رب الناس ملك الناس إله الناس لأنه يعمقك أكثر ويقول لك شر الوسوس الخناس مول كل واحد خناس لا وسوس عندهم ماشي كلامه مضبوط تعال جنة يعني جنة شي مخفي أحدهم مخفي مخفي ما هو شيطان لا هو منهم منهم لكن إعلام جنة غير مرئي إيش في شاشة أمامي سوداء ثم أفتح يقولون تدمير خراب إذا ما تأخذ هذا الدواء الأعراض هذا وكذا 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 جب لك أربعة خمسة شيئة أعراض على أمرض كذا أي والله عندي هذا من الجنة وسواس جنة غير مرئية يعني الجن ما خفى هذا جنة ليس معنا الجن فقط لا إعلام جنة والناس أقارب أو زملاء أو ابنك أحيانا لدمرك الأب يدمر الإبن بالكلام كلمة واحدة واحدة ماتت في القاهرة في جامعة جميلة بمعنى الجمال الصحيح وحتى خلقتها حتى لونها حتى كل شيء ولكن في حسنة ثانين رمولها كلام مكرر تكرر 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 حتى هي خلاص هذا جوي جوي هذا العشر بنات يقولون عني شيء إذن أنا كذلك موجود مليار بشر مليارات البشر موجود أقارب كثرهم موجود لكن هكذا توجه توجه واحد لازم هذا الشخص يرضى عني أو هائذي البيئة ترضى عني ماذا تريدون ما نريد شيء أنت سيئ أنت شرير حتى قالت إحداهنا كيف يتحملك وجهك من القذارة كيف يتحملك هذا الوجه ليس صحيح هذه صورتها لو رأيتمها ليس صحيح من كثر الكلام وهي حتى ثقلها في رأي هؤلاء الناس صح 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 الذي يقولون فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسن يسره للعسر صدق بالحسنة إيجابي أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة يعني عكسها صدق بالسوء فسن يسره للعسرات سخل سهل عليه اخترق فماذا حصل فيها ماتت سكت في أشياء لا ترى لا تذكر في الإعلام ناس بعيدين على الإعلام يحصل لهم الدمار ليس بالكلام الخارجي وليس بالأفعال الخارجية لا هو سمح بالوسوسة السلبية الخناس الخناس عند البعض أنت سهل المسألة واحد يقول لك هذا يقول له لا بغض النظر على الإيمان هذا ربك لأنك مؤمن يبقى كشف لك أسرار وقوانين العالم أنت قل هذا الكلام قله ليس لفظيا لا افهمه افهمه الوسواس خناس أي خناس إذن أنا لا أقبل أنت عذت الآن صغرت الوسواس لا يؤثر فيها فاشل لا ماني فاشل صغرته أنت عذت بالله ما تعرف الله ملحد صغرته أنت حفظ نفسك إلى الموت الآن يعلمون ليه للموت بس يعلمونك كده الساعد تقربوا الصوت حفظ نفسك تدبر بالقوانين الربانية التي هم يكتشفونها ويضعونها للناس ولا يريدون هم يؤمنون بعد ذلك الناس سعدها أيها اترك الدين ما في خير وبدأ يسعد بهذه الأشياء تسعد ولكن بعد الموت ستكتشف أفرس تحتك إذا انكشف الغبار ها ستكتشف أفرس تحتك أم حمار الحقاق الذي الذي يوسوس هو يذكرني أنت ذهبت لذلك المكان فلذلك الموضوع ديننا عظيم 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 لا تلهث خلف الفضائل فضيلة هذه السورة فضيلة هذه لا تلهث أتقن الكفر بالطاوة الإمام الله وضعنا خمسين فيديو تقريبا ها لنواحي كبرى أساسية لحصول الإيمان لن يحصل الإيمان بالثقافة لن يحصل بالمعلومات يحصل بالتدريج نفسك كيف أعرف نفسي عن الأبدي وأكون في ذلك الجانب لست في هذا المؤقت لست أنا الدكتور الشيخ الطويل القصير لست أنا الأنثى لست أنا الذكر لست أنا الطفل لست أنا المهدس لست أنا الأسمر الأسود الأبيض لست أنا هذا الجسمي أنا أبدي لا لون ولا طعم ولا 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 دكتور ولا طويل ولا قصير ولا أبرض ولا أموت هذا يحدث للجسد أنا مثلا عندي أنا عندي عندي هذه النظارة أقول أنا النظارة إذا انكسرت فأنا انكسرت لا أنت أبدي أنت دائم بالنسبة للنظارة أنت دائم وهي زائلة أنت باقي وجسمك وليس أنت فاني جسمك فاني جسمك دكتور جسمك ذكر جسمك أنثى جسمك طويل جسمك قصير جسمك مهنس جسمك زوجة جسمك زوج جسمك أب جسمك ابن هذا هذا المؤقت هو عليه هذه الأسماء والألقاب لكن أنت لست هذا ولا ذاك ولا تبوت ولا تبرض حياة أبدية لا يؤثر فيك الزمان ولا يؤثر فيك المكان ولا تؤثر فيك الأحوال فلذلك صورة قصيرة ولكنها قوية إذا فهمها الإنسان وأول شيء ضبط الإمام بالله والكفر بغيره عظم الله وصغر غيره إذن هو هو في العزة والفوز والنجاح أيها أساس بعد ذلك قل أعوذ برب الفلق اقرأ أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم يقول أعوذ برب الناس بلك الناس إله الناس بشأن الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إذا أضفت إليها قل هو الله أحد الآن أنا قرأتها ممكن مضى دقيقة ممكن دقيقتان بالتجويد ثلاث دقائق طيب فالآن نريد نعرف شيئا عن هذه عن هذه الفضيلة بعض أشياء نعرف شيئا طيب كان الصحابة والتابعون ممن سبقنا الصحابة والتابعون والمؤمنون ماذا يفعلون؟ يعلمون أولادهم إذا أووا إلى فرشهم أن يقولوا المعوذتين ويستحبون أن يقرأ هؤلاء السورة في كل ليلة ثلاث مرات يقولوا يقرأها ثلاثة في الصباح ثلاثة مساء هذا استحباب صالحين اسمع الكلام طيب لكن الحديث ماذا تقول؟ كيف اهتمام الصالحين بهذه السور الآن استمام بهذه السور وبسورة البقرة وبسورة كذا ويقرأ القرآن كل ثلاث ختمات في اليوم وإلى آخره لكن إيمان ثم بعد ذلك شيء بسيط خلاص يكفي فثلاثة مرات في اليوم معقوله الله واحد رواه أبو داود صحى النووي سورتان تكفي قارئهم في الصباح ومساء كل شيء قال صلى الله عليه وسلم قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء تؤمن بهذا إذن تكفى إذن تقلت إلى قل لا مطلنا في هذه سورة ثانية أنت ما أبد المؤمن يكفيه القليل وغير المؤمن لا يكفيه كل القرآن ولا الله هتا وفي كذلك روى النساء حسنه والإمام أحمق محمد بناء والإمام محا المهم ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيد بمثلهما ما استعاذ مستعيد بمثلهما ما استعاذ بمثلهما مستعيد ولا سأل سائل الله بني أسألك تقرأ هذه السرطين تقول الله بني أسألك كذا كذا سألت بكبير قال عقبى رضي الله عنه أقرأ أقرأني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف هو قال يا رسول الله أقرأني يعني نقرأها سوية سورة هود وسورة يوسف في حب يعني فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله أين نحن من هذا الكلام لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس رواه النساء وحسنه الألباني قال الطيب لن تقرأ شيئا أبلغ بيان لتقييد فلسفة كثيرة أبلغ أوصلا أكثر وصولا إلى الله متقن ليش لأن تمسك التال تقرأ سورة هود سورة صالة سورة المقرة فيها آيات ضدك لا يزيد الظالمين خسارة إذا ما في علاقة مع الله هي تزيد خسارة ولو آية واحدة لا يزيده بخيرا لا يزيد الظالمين إلا خسارة أول شيء الإيمان أتقنه العر والوثقى بعد ذلك اقرأ أعوذ برب الناس اسأل الله بالقول أعوذ برب الناس إيش في مرضك بالقول أعوذ برب الناس استعذ من شرور الوسواس الخناص وكل شيء بس تفهم يعني وسواس خناص معناته ضاعة تهمة للخواطر جاءت خواطر ضاعة تهمة حطهم وكل شيء تقبل أيوة فيك كذا أيوة صح لا فأنت تصير يعني قوي ما تقول أنا اللهم أحفظني من هذا الشيء وتذهب إليه وتفتح له المجال تفضل ما عوذت هو فصل لك رب قل أعوذ برب الفنق من شر ما خلق هذا خلاص كل شيء لكن فصل لك كما داخل شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب يشمل كل شيء كل ظلمة تفتح لها مجال وشر ظلمة هي الشر وشر النفاثات في العقد إيش هما وليش نفاثات ما قال نفاثين أنت خذ الجهر هو يعرف خلاص أنا الآن مبسوط لأنني عذت بربي من كل شيء هذه دجاتك خلاص يكفي أنت أمي لا تقرأ ولا سكتب ولا تعرف ما ننفثات ولا غاسق ولا أنت عربي أصلا حصلت عليها غيرك عرفا وما غرفا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بشر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هو قل لك في وسوس يوسوس في الصدر جنة غير مرئية و ناس لا أنا عندي ثقة في والدي عندي ثقة في مدرسي إذا نخذ أين ثقة في الله؟ قرآنك عندي ثقة في كذا في أهله الطاقة التطوير الذاتي المسيحية أي شيء أنت عندك في قثية يعني مفتوح له خلاص هات مقبول كل كلامك ربنا يري يعني اعتبرك أنت تب كربنا بني آدم فلذلك أنت لا تأخذ إلا مني لقد كربنا بني آدم وفضلناه على كثير مخلقنا والمخلوقات الأخرى قالك سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا يعني بدون استثناء أنت تغير الكفتين كرمك وسخر الغير سخر الغير الغير هذا مسخر خدام لي جاء قال من الجن والناس جاء قال أنت فيك كذا كذا ما أدراه أيها استقبل خلاص هذا واقعك واقعك دليل على ما في داخلك تقول أنا ما جلبت لا أنت فتحت المجال استقبلت استقبلت قناة من الصين تأتيك برامج تشوف برامج الصين فقط وموجود في نفس التلفاز هذا موجود حوله قنوات العالم أنت اخترت القناة هذه كذلك البرض موجود في كل العالم مبثوث تسبح فيه تسبح في الأبرار تسبح في ترددات الراديو والتلفزيون والجوال أنا أريد أن تصل على واحد شخص جاري جار هذا الجدار بيني وبينهم جار ملاصق لي بالضبط ونسيت أقابله ثلاثة أيام دائما نتقابل أين جاري؟ ألو نفس الوقتنا رنيت على أساس أنه يجيب من هنا يعني ألو يا جاري كيف حالك أننا جمعت حال نشرب شاي قال يا أخي أنا ليا ثلاثة أيام سافرت أين أنت؟ قال في الصين في الصين إذن هذا التردد ليس على كيفي مبثوث في العالم نفس جوالي هذا وصوتي مبثوث في جميع العالم لا يفهم الكلام هذا إلا من استقبل في الصين اليوم الآخر في السكن جمبي أو سافر من الصين إلى السويد أتصل أيوة أنا في السويد فإذن البث فوري ولحظي والآن لا يأخذ مسافة من هنا للصين ليش؟ لأنه في الغيب في الغيب في الجن الشياطين الملائكة الأبراض ترددات الراديو ترددات التلفزيون الموت كلهم الجنة مثقلها الجنة أقرب إلى أحدكم بالشراكين عليه وكان رسول الله يدخل الجنة الجنة لا تفتح إلى يوم القيامة بعد يوم القيامة بعد خمسين ألف سنة وبعد البرزخ هذا لأهل الزمان والمكان اللي ماشي بالزمان والمكان يمشي 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 حتى يصل لكن أهل الإيمان بعيد عن البعد الماندي في لا زمان كل يوم الله أكبر ما في زمان مع ربي ما في زمان أترك كتاب الله غيبة عن الزمان والمكان كل يوم عندك تبرين من الله أين أتقنت أول شيء الإيمان كل يوم عندك تبرين فلذلك الموت اللي لا يعتبر عند المؤمن انتقال مثل ما انتقل من بطر أم للدنيا قوانين في البطن غير قوانين في الدنيا كذلك قوانين بعد مغادرة الجسد ووقوعه في الأرض المشيبة هذه اللي نسميها دكتور والشيخ ورئيس دولة مشيبة طاحت وقعت وبقيت أنت الأبدي فالمؤمن لا يهم لذلك قال الله صبح وقيتها لا لا يحزنهم الفزع الأكبر الفزع الأكبر بعدين هما دخلوا موفورا هما عايشين في الدنيا في الجنة عايشين في ذلك البعد الذي فيه الجنة والنار وربهم والرسل كله في الغيب ليس في المشاهدة في المشاهدة المعاناة والتعب والأجساد وهناك الأرواح قل أعوذوا برب الناس ملك الناس قلوب إله الناس لا نفع إلا أن نخرج من البعد المادي نخرج من قوانينها نحن معهم نأكل ونشرب ونتزوج والرسول هكذا ينكرون عليهم يقول أنتم بشر مثلنا أنا بشر مثلك أأكل وأشرب وأتزوج وأتجرح وأمراض وكل شيء جسدي ليس أنا جسدي معك مثل الملك نقول الملك بشر مثلنا الملياردير بشر مثلنا مثلك وليس مثلك يسير جوش فكذلك المؤمن مثلك وليس مثلك أنت تشوف أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والأسابقون السابقون مثل المعضي أكل شرب من روح يتحرك لكن هو الآن الآن من أصحاب النار من أصحاب الجنة من التوب من الآن كل شيء بس الجسد ينتقل فالكورس ضروري لأنه بيفهم هذا الكلام أو عنده نقاط كثيرة غير مجهورة غير معلومة يبدأ بالكورس خلص تبدأ إذا مهتم ومهتم نلقاك في يوم آخر وصلى الله وسلم على سيدنا الحمود وصحبه اجمعين